أول سؤال عندنا وصلنا بيقول ابنتي 22 عام قررت خلع الحجاب بعد ما لبسته منذ عشر سنوات بحجة أن حالتها النفسية لا تصيقه وأنها تكره شكلها به وهي عنادية جدا بالرغم أنها تعرف أنه فرض ولم تسمع نصائحها تماما فقررت أن أقاطعها بالكلام والمشاعر حتى ترجع وترتديه مرة أخرى فما رأي سيادك؟ أنا ما تعملوش كده يعني لو كان ده رجل أو امرأة لا ما تعملوش كده أسوأ قرار ممكن يتعمل مقاطعة الشخص اللي بيحصل له حالة من حالات التغيرات وحالة من حالات التعصرات وحالة من حالات الاشتباه وحالة من حالات الاضطراب وخاصة الاضطرابات الدينية أنا آسف يعني أسوأ حاجة ممكن يعملها الأهل المقاطعة أنا عارف يا سيدة أن ده بيبقى تقيل على الأهل وخاصة أن الأهل بيقولوا الحمد لله أنا بنتي من طول عمرها لابسة الحجاب من عيه وعندها 12 سنة كويس بس بنتكم أهم بالمناسبة يعني إحنا أولادنا أهم عندنا من أي حاجة تاني الطاعة مهمة بس أولادنا كمان اللي هم في الحقيقة إحنا لازم نقبلهم أنا عزيزة أسوأ لو بنتك شايفة أن أنت مثلا أنا آسف يعني أنا آسف لو بنتك شايفة أن أنت بتتكلمي بتختابي مثلا الناس أو بتنمي والغيبة والنميمة على فكرة كبائر فإن اللي حاصل طبعا نعمل إيه وبنتك لما خلعت الحجاب إيه اللي حاصل هي أتفضل بنتك وتفضل هي محل رحمتك ومحل نظرك إليها باللطف أنت لو عايزة تساعديها أن هي تتمسك بفرائد الله سبحانه وتعالى وبالواجبات الشرعية لازم تقرب منها لأن هي في حالة تمرد دلوقتي في حالة أن هي شايفة أن شكلها مش حلو فإيه اللي حاصل فهي شكلها مش حلو وهي شايفة أن هي شكلها مش حلو ليه لأنها تعرضت لنوع من أنواع الرفض حد قال لها إيه ده أنت مكبرها نفسك نوع من أنواع الرفض فتيجي أنت تكملي عليها بالرفض لا أنت لو بتسأليني سواء كنت راجل أو كنت ست كنت أبا أو كنت أم لا أقفوا جنبي أولادكم وأولادكم اللي هما يعملوا دوات معصية آه معصية لكن ليس معنا أن هي دي معصية أنها انتهت حياتهم الدينية وخلاص تركوا الله سبحانه وتعالى هقول لكم حاجة بس من غير ما إيه من غير ما الناس تفهم أي شيء مش على محله الحجاب نعم واجب فرض لكن ليس هو كل الدين وده معناه إيه معناه أن ابني ممكن يكون طائع لكن عنده هذه المعصية عنده هذه المعصية ونحن لا نرى كمان إن هي كبيرة عنده معصية دي فإنه حاصل زي ما هو قابلني كأب وأنا عندي معصية أنا لازم أقبله أقبله يعني إيه يفضل ابني اللي بحبه وإن كنت لا أحب ده وده معناه إيه إن أنا أفضل ما أقربه مني وأفضل أفهمه إن هو يفضل ابني مهما حصل طب وده ما يخلوش يتشجع على المعصية سيدي هو خد قرار خلاص ستي هو خد قرار خلاص وده مش نوع من أنواع التشجيع على المعصية إنما الأعمال وبالنيات أنتوا ليه مخرجين ربنا من المعادلة ليه مش فاهمة إن نيتك أو ليه مش فاهمة إن نيتك هتوصل لبنتك اللي قررت إن هي تخلع الحجاب من قالك إن هو ما بتتعرضش الأزمة وبعدين هي لما تحس إن أنتوا جنبها هترجع تاني وترجع تاني تطيع ربنا عايزة أقول لكم حاجة أنا بخاف جدا 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 من أن الشحن اللي حصل وكان علامة إن الناس تبقوا متدينين هي إن هي تتحجب وإن هو يلتحي إن تخلينا نخلي الحجاب أو اللحية هم كل الدين وده خطر خطر ليه لإن إذا كان الحجاب عندنا هو كل الدين عندكم هو كل الدين فبندكم لما تخلع الحجاب هتبقى تركت الدين قوة وتعملوا كده بالله عليكم أقول لكم حاجة لو عملتوا بنتكم على إن هي لما خلعت الحجاب تركت الدين قد تكونوا قاثمين لإن أنتوا ساعتها هتكونوا عونا للشيطان عليه طب نعمل إيه إحنا قلنا إن ده حرام ومعصية بس ليس معنا إن هو حرام ومعصية إن صاحبه تركت الدين أو تركت تدين لأ إحنا محتاجين نقف جنبه ونعينه على نفسه لإن هو في الحقيقة ما بتبقاش بس خلال الحجاب بتبقى منظومة وأهم حاجة في المنظومة دي إن فيها جزء كبير من الإحباط جزء كبير جدا 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 من الوجع اللي تبنى على مسألة الإيه مسألة الرفض والتنمر عليه فنصحتي لأ ما فيش مؤاطعة بالعكس إحنا محتاجين نقرب أكتر